من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي أنني اجتمعت مع شيخنا الشيخ فلاح من ذكار رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله وجمعنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة أننا اجتمعنا في هذه البلاد في دورة علمية من البرسات التي الله سبحانه وتعالى بي هو أنه لقد أعطي ممتعي لتعرفة جميعا الشيخ فلاح من ذكار أو شيخ لقد أعطيه لنا بذلك ومعنا الله بجميعنا في المجتمع مع الممتعين أن الله سبحانه وتعالى لقد أعطينا في دورة علمية في هذه المدرسة وحضرت بفضل الله دروس الشيخ رحمه الله وكان يكثر رحمه الله من الانتقاد أو يعني مراجعة المترجم الذي أنا أحسب والله أحسب وحتى الشيخ فلع كان يرى أن هذا المترجم هو أحسن مترجم أو من أحسن المترجمين باللغة الإنجليزية فكانت نصف المحاضرة أحيانا للناس والنصف الثاني تعليق على ترجمة المترجم مع أن المترجم يعني كان يترجم بصورة أحسبها يعني أفضل ترجمة وشيخ شيخ فلع سماعيل من المواضع مثلا من المواضع مثلا المترجم يترجم ترجمة صحيحة لعبده أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق أفضل عبادة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عبد أنه عليه الصلاة والسلام لا يعبد بشر لكن الشيخ فلاح رحمه الله كان يقول للمترجم يخطئ كثير ممن يترجم ويقول أن عبد سلاف هذا باطل الشيخ فلع سماعي رحمه الله الشيخ فلاح سماعي رحمه الله ويقول للمترجم ويقل للمترجم يقول له نعم لكن هناك من يترجم بهذا وهذا باطل سبحان الله يعني هؤلاء العلماء يعني حرسوا أن يعظموا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وألا يترجم بالكلمات المرادفة لا بد أن يترجم بالمصطلحات الشرعية صلى الله عليه وسلم وعلماء ويسألوا عددهم في تسمع اللهم سبحانه وتعالى وانتخبئاً ف keeps it made that it is not a direct translation لكنها تستخدمها في الشريعة هذه تستخدمها تستخدمها تام حتى تترجم بترجمة صحيحة لا إشكال فيها رحم الله الشيخ فلاح وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة ومي الله بمرسي على الشيخ فلاح وميه يجب أن نكون معاً في الفردوس الأعلى هذه خاطرة خطرت لي عندما قدمت بفضل الله إلى هذه البلاد لإلقاء بعض الدروس والمحاضرات تذكرت أيامنا التي مضت مع الشيخ رحمه الله في هذه البلاد ومع ذلك هي تذكرت مجدداً ومع ذلك في هذه البلاد ومع ذلك في هذه البلاد ومع ذلك في دورة علمية ومع ذلك تذكرت الموقع مع الشيخ فلاح إسماعيل ومع ذلك كذلك ومع ذلك كذلك